تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات صعبة جدا والنتيجة كانت أربعة أهداف مقابل ثلاثة بالنسبة لبقي مباريات ضو الربع نهائي كأس العالم للفتصال ففي الساعة الرابعة منتخب البرتغال سيواجه كازاخستان ويوم الجمعة تايلون سيواجه فرنسا الأرجنتين في مواجهة كرواتيا بقي المتأهلين لضو الربع باراقواي فازت على أفغانستان بثلاثة لواحد فينزويلا حققت المفاجأة وأقصت منتخب إسبانيا بهدفين لواحد في حين المنتخب الأوكراني تأهل الحساب هولندا والبرازيل فازت على كوستاريكا خمسة أهداف لسفر المعد المقبل للفريق الوطني المغربي يوم الأحد أمام منتخب البرازيل إلى منافسات البطل الاحترافية في قسمها الأول حيث أجريتهم أمس ثلاث مباريات مؤجلة عن الضورة الثانية أولمبيك أسافي خسر أمام نهات بركان بهدفين لسفر اتحاط تنجا فازل الرجاء الرياضي بثلاثة لواحد والجيش الملكي فازل النادي المقنسي بأربعة أهداف مقابلة لا شيئا إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين ونذكر بتأهل المنتخب الوطني المغربي لضوء الربع نهائي كأس العالم لفتصال بعد تفوقه قبل قليل على منتخب إيران بأربعة أهداف مقابلة تلتة قدم لكم هذا